موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه نشرة أخبار منتصف الليل من 7E News أهلا بكم والبداية مع العناوين محمد بن زايد ومحمد بن راشد فخورونا بالنيادي وشباب الإمارات موسيقى حمدان بن زايد يبحث مع ملك ماليزيا العلاقات الثنائية موسيقى مصدر تدشن محطة بينونة للطاقة الشمسية في الأردن موسيقى هذه كانت العناوين وإلى التفاصيل عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن فخرهما برائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وشباب الإمارات الذين يعملون لرفع راية الوطن وتعزيز إسهامته في خدمة البشرية وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله عبر حساب سموه الرسمي لمواقع التواصل الاجتماعي تويتر انطلاق جديد لطموح دولة الإمارات يحملها ابنها سلطان النيادي في ثاني مهمة إماراتية لمحطة الفضاء الدولية أدعو الله له بالتوفيق والعودة سالما إلى أهله وبلده فخرون به وبأمثاله من شباب الإمارات الذين يعملون لرفع راية الوطن وتعزيز إسهامته في خدمة البشرية وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر انطلق ابن الإمارات سلطان النيادي تحوطه رعاية الله وعنايته إلى الفضاء اليوم ليكون أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة الأمد تستغرق ستة أشهر لمحطة الفضاء الدولية أبناء الإمارات فخر وعز أبناء الإمارات يرفعون رؤوسنا في العالم ويرسمون لشباب العرب طريق كله أمل وعلم بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى فخامة إيكادير ساكلارو بولو رئيسة الجمهورية اليونانية الصديقة في ضحايا حادث تصادم القطارين الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات متمنيا سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تعزية مماثلة إلى فخامة الرئيسة إيكادير ساكلو بولو زارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله معرض أرد دبي ونشر سموه في حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر مجموعة من صور الزيارة وعلق سموه عليها قائلا خلال زيارة معرض أرد دبي اليوم 130 صالة لعرض أعمال الفنانين من 40 دولة حول العالم الفن هو اللغة المشتركة بين الدول والثقافات الفن هو المحرك الرئيسي للخيال والإبداع في مختلف الحضارات ممثلا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان رئيس الدولة حفظه الله شارك صاحب السمو الشيخ سعود بن صغر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في أعمال قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز التي عقدت في العاصمة باكو لمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي أكثر من 70 دولة ومنظمة أممية وعالمية لمناقشة الاستجابة لما بعد التعافي من جائحة كوفيد 19 وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بمناسبة ترأسه وفد الدولة إلى القمة إن مشاركة دولة الإمارات في أعمال القمة تأتي في إطار حرصها على تأكيد قيم التكاتف وتظافر الجهود تجاه القضايا العالمية وتنسيق المواقف على الساحة الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار الدولي وتحقيق تطلعات الشعوب في التنمية المستدامة التقى سمو الشيخ حمدان بن زايد النهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة صاحب الجلالة السلطان عبد الله رعاية الدين مصطفى بالله شه ملك ماليزيا وذلك في مقر إقامته في أبوظبي ورحب سمو الشيخ حمدان بن زايد آلن هيان بملك ماليزيا والوفد المرافق له وتبادل معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وماليزيا وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين واستعرضت جانبان عددا من القضايا والمسجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آلن هيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حفل الإعلان عن استراتيجية معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية للأعوام 2023 و2026 وإطلاق الهوية والاسم الجديدين للمعهد ليكون معهد الإمارات المالي جرى خلال الحفل الذي أقيم في قصر الإمارات في أبوظبي الإعلان عن توظيف 1200 مواطن ومواطنة في قطاع المصارف والتأمين إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مشترك مع جهات محلية ودولية وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آلن هيان حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلن هيان رئيس الدولة حفظه الله على تمكين أبناء الوطن وتأهيلهم في مختلف مجالات العمل وميادين المعرفة خاصة في القطاع المالي الذي يعد أحد أهم ركائز التنمية ودعائم الإزدهار الاقتصادي ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آلن هيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عقد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي وجرى خلاله مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهدفة إلى دعم وتطوير منظومة العمل الحكومي تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة عدد من الأجندات والمبادرات البيئية المتعلقة بالاقتصاد الدائري وآليات رفع كفاءة تشغيل المدارس الحكومية ومقترحات تحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق الريادة في سوق العمل وفي الشؤون الحكومية والتنظيمية كما ناقش المجلس عدد من التشريعات الصحية والمتعلقة بمجلس الإفتاء الشرعي وتنظيم مؤسسة الإمارات العامة للبترول إضافة إلى مناقشة اللائحة التنفيذية لمرسوم بقانون اتحادي بشأن الموارد البشرية الحكومية في الحكومة الاتحادية دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العشر الأولى لأول مرة في تاريخها في مؤشر القوى الناعمة العالمي للعام 2023 جاء إعلان ذلك خلال مؤتمر القوى الناعمة السنوي الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن بحضور مجموعة من القادة والشخصيات العامة والعالمية وفي مقدمتهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون ورئيس الوزراء السويدي السابق ستيفان لوبين وحققت الإمارات تقدما ملحوظا في كافة المؤشرات الرئيسية والفرعية بما يعكس المكانة المميزة التي وصلت لها الدولة والتي جعلت منها واحدة من أكثر دول العالم من حيث التأثير الإيجابي والسمعة الطيبة أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة أن دعم دولة الإمارات للمرأة وحرصها على إمدادها بكافة الممكنات التي تعينها على إثبات ذاتها وتوسيع نطاق إسهامها الإيجابي البناء في المجتمع ما هو إلا نتاج الثقة الكبيرة التي أولتها القيادة الرشيدة للمرأة إيمانا بقدرتها على تقديم قيمة مضافة تعزز بها مسيرة وطنها على دروب التقدم والازدهار جاء ذلك بمناسبة تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الفين وثلاثة وعشرين الصادر عن البنك الدولي مع تحقيق العلامة الكاملة ضمن خمسة محاور رئيسية شملت حرية التنقل وأماكن العمل الأجور ريالة الأعمال والمعاشي التقاعدي من أصل محاور التقرير الثمانية وإلى الأخبار العربية والعالمية من 7E News أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن حزمة إجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية وذلك بعد ساعات من إعلان رفع أسعار البنزين وكانت مصر قد أعلنت رفع أسعار البنزين لتتماشى أكثر مع المستويات العالمية لكن ذلك واجه تزايد السخط الشعبي بعد عام شهد ارتفاع التضخم وضعف العملة وسلسلة من إجراءات التقشف وأكدت مصر من جديد التزامها بالمضي قدما في رفع أسعار الوقود لتلقي حزمة دعم مالي توصلت إليها مع صندوق النقد الدولي شهد الرئيس الإيطالي سيرجو ماتريلا وهو يصل بالسيارة إلى كروتوني في أعقاب مأساة قارب المهاجرين في نهاية الأسبوع وأثرت لقطات مصورة من هناك الرئيس وهو يخرج من سيارته يحيي المسؤولين قبل دخوله المستشفى المحلي إذ لقي ما لا يقل عن خمسة وستين شخصا مصرعهم عندما استدم قارب مهاجرين قادما من تركيا أما الآن فإلى أخبار الاقتصاد من 7E News مصدر تدشن محطة بينونة للطاقة الشمسية في الأردن المحطة تنتج طاقة تلبي احتياجات نحو 160 ألف منزل سنويا ما يجعلها المشروع الأكبر من نوعه في الأردن وتسهم في خفض انبعاثات 360 ألف طن من ثاني أكسيد الكاربون سنويا ما يدعم التحول في قطاع الطاقة العالمي نتابع الفيديو من المكتب الإعلامي التابع لحكومة أبوظبي مستمرة وإلى أخبار الرياضة من 7E News شهداء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وليه عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي انطلاق النسخة الرابعة من الألعاب الحكومية التي تأتي بالشراكة مع الشركة الرسمية موانئ دبي العالمية وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي حيث شملت فعاليات اليوم الأول منافسات تحدي المدن ومواجهات فرق الجهات الحكومية على مستوى الدولة للرجال نظمت وزارة تنمية المجتمع في مقر نادي عجمان لذوي الإعاقة مبادرت اليوم الرياضي الوطني الخاص بأصحاب الهمم بمشاركة أكثر من 80 طالبا من مركز عجمان لتأهيل أصحاب الهمم ومركز مشاغل لأصحاب الهمم التابعين لوزارة تنمية المجتمع فرع عجمان ونادي عجمان لذوي الإعاقة إضافة إلى أكثر من 36 متطوعا من نادي دبي لأصحاب الهمم وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتأتي مبادرة اليوم الرياضي الوطني لأصحاب الهمم في إطار حرص وزارة تنمية المجتمع على نشر ثقافة الرياضات المجتمعية والسعي نحو الشراكة مع جميع الأفرع والقطاعات داخل الدولة ومما يتناسب مع الاستراتيجيات التي وضعتها حكومة دولة الإمارات الرامية إلى دعم أصحاب الهمم وإشراكهم في الأنشطة الرياضية والمساهمة في تمكينهم ودمجهم في المجتمع في ختام نشرة أخبار منتصف الليل من 7E News هذا تذكير بالعناوين محمد بن زايد ومحمد بن راشد فخورونا بن نيادي وشباب الإمارات حمدان بن زايد يبحث مع مليك ماليزيا العلاقات الثنائية مصدر تدشن محطة بينونا للطاقة الشمسية في الأردن كنا معكم مشاهدين من 7E News في أمان الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة